وابل من الرصاص استقر في قلب وصدر المحام النجفي حيدر العساوي لينهي مسلحان اثنان على دراجة نارية حياته أمام محكمة ناحية الحيدرية شمالي المحافظة فلم يكن للمغدور ذنب سوى قبوله التوكل بأحدى الدعاوة وكسبها ليدفع حياته ثمنا لخلافات سابقة كانت حول الدعوة وصارت قرب المحكمة تعرضوا لها بالمرة الأولى وشروع بالقتل كسروا وإيدا ورجلا وعدة ضلعة مكسور انتقلت المحكمة قاضوا المحكمة قصوا المشكم يوم وكفلهم يعني هي أساس المشكلة هاي قاضوا محكمة الحيدرية مرة الثانية قبل الساعة 11 و11 ونوز قابروا انك تلوه بنفس المكان نفس المكان اللي صارت فيه الحادثة أخوي محامي من محامين جيدين وكل الدعاوة التي توكل بها ما يجامل بها وإنما أنه كل الدعاوة هو على الحق بدون يعني أميل لاجهة معينة ولم تنظي سوى أقل من ساعتين على ارتكاب جريمة اغتيال المحام النجفي حتى وقع المتهمون في شباك القوات الأمنية التي أطاحت بهم قبل فرارهم لخارج المحافظة فيما شكلت هذه الحادثة صدمة عند المحامين الذين عبروا عن خوفهم وغضبهم من تكرار استهداف زملائهم أخذنا أوامر القبض من قاضي التحقيق في الحيدرية ألقينا القبض على الأشخاص المطلوبين الشخص الرئيسي في جريمة القتل لاذ بالفرار باتجاه محافظة كربلات تم مطارثة جراء حادث أيضا مروري ستسبب به تم ملقاء القبض عليه ويداعة توقيف اللي هم تهمهم تسع متهمين من ضمنهم هو اللي يتهمهم القيامة بالقتل أكيد أكو اليوم مخاوف وما نقدر هسا أن نمارس يعني احنا اليوم عندنا قانون هسا أن خاف من تطبيق القانون من خلال هذه الفوضى اللي جايز صير فوضى عدم احترام القانون قياب القانون فهذا شي شكل خطر على المجتمع بصورة عامة وخصوصا على المحامي قيادة شرطة النجا فأكدت بدورها اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية بتغيير عدد من المسؤولين الأمنيين فيما شرعت أجهزتها التحقيقية بعملها للتحقيق مع المتهمين بقضية المحامي من النجف محمد رزاق التغيير